رغم أنني في شاشة القفل أضغط هنا لتسجيل مذكرة صوتية وأضغط هنا للاستماع إليها فكيف تصيلون مثلي إلى هذه النتيجة؟ تابعوا الشرح وأنا في شاشة القفل أضغط بأصبع واحد مطولا أنزل إلى حيث أجد تخصيص أو ما يقابلها باللغة الأخرى أختار شاشة القفل لاحظوا في أيقونة الكاميرا أضغط على العلامة المجاورة لها لأحذفها ثم أضغط على زر الزائد أنزل لأبحث عن تطبيق المذكرات الصوتية لأبل ها هو أضغط هنا أضفت الأيقونة التي بالضغط عليها مباشرة يبدأ تسجيل فكيف أستمع التسجيل لأطمئن على جوداته وغير ذلك من تفاصيله؟ أضيف أيقونة أخرى إذن سألغي أيقونة المصباح أضغط على زر الزائد ويعني في المجموعة الأولى من الخانات أختار هذا المربع هذا أبس يعني أبن أبس أو فتح التطبيق هذا المربع يحيلني على تطبيق الاختصارات لمن لم ينصبه عليه بتنصيبه ثم أضغط اختيار أو ما يقابلها باللغة الأخرى أنزل لأبحث عن تطبيق المذكرات الصوتية لأبل ها هو أضغط عليه وأخرج من هذه النفذة بالضغط على أعلى الشاشة حيث توجد الساعة ثم لا أنسى أن أضغط في الأعلى على زر الأوكي وهكذا أضفت هذا الزر في اليمين لأبدأ التسجيل وهذا التسجيل يسارا لأطلع على التسجيل عبر فتح تطبيق المذكرات الصوتية بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر